اشتركوا في القناة 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 اللي رمي يتحرقوا وانتا خايف معك واش تقدر تدير ما تقدر تدير والو يعني ما نكذبوش على بعضنا ما كان حتى حيلة ما كان حتى حل في هذه اللحظة تقعد غير تدعي تعيار بيسلكنا ونجينا وتخرج على آخر وماشي سهلة تاني تقعد شوف تاني بلك شوف بلك واحد كان خاصا تكو تحاب تعاونه فصح ما قدرش تلحق ليه تاني باش تعاونه يعني مشاهد صعبة 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 للواحد يقدر يعيشها أكيد كمان كان في حملة تضامنية كبيرة إن كان من الجزائر ولا من خارج الجزائر مع ضحايا الحرائق شفنا فنانين جزائرين كثير أكيد كانوا موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا فنانين عرب وجهوا تعازيهم ودعائهم لأهل الجزائر وهذا الشيء أكيد مشكورين عليه لما هضرنا أكيد مع إسلام مختاري سقصنا على دور الفنان ولا المؤثر ولا اللي عنده متابعين شو هو دوره بمحنة مثل هذه نحن فقلنا أنه أي في عنده دور كبير حتى لو كانت ستوري حتى لو كانت هاشتاغ فهي أكيد مهمة وبتعامل أثر فكيف إذا كان الفعل أكثر من ستوري وهاشتاغ صحيح كامل أنه على بنا بالليهوم عندهم تأثير كبيرة على الناس وخاصة أنه عندهم متابعين من كل ولاية ومن كل بلد يعني بلك أي واحد يقدر يشوف يقدر يعاوني وكان كما نقول إحنا بفرد وتعمى أو بماد أو بأي دوا أو بحاجة برك يعني ستساعد بلك شحال من شخص يتمك فهذا كانت رسالة إسلام مختاري وحتى أنا والعيوج كانت قدمت هذه الرسالة اللي قالتها لصنع المحتوى والإنفليونسور والإنفليونسور قالت لهم يعني هذا الوقت اللي لنا فيه دوكا ماشي تعب جاية ولا تبسى ولا وهران يعني لنا قضية لمسة الجزائر لازم كامل نتحده ونوقفه ونكونوا مع بعضنا يعني صح ماذا بينا ندفعه على توراثنا وعلى خيط الروح وعلى القفطان وعلى اللباس وعلى الأكل وعلى توراثنا قد صحيح ماذا بينا ندفع عليه كان كان شيء أهم لنا نسحقه هذه الأيام أنا نمروا به وكان شيء أهم لنسحقه ونوقفه عليه وندافع عليه هذه المرة أكيد بدنا نروح إلى أيضا نصائح حكينا فيها في الحلقة اللي كنا عم نحكي فيها عن الحرائق حكينا نصائح مهمة تمنع هذه الكارثة فأكيد للناس اللي لم تتبع هذه الحلقة والناس اللي ممكن ما لحقتها هذه النصائح أنا بلاقيها أنه هي نصائح مهمة جدا وخاصة هلأ بموسم الأصطياف الناس كلها ممكن تكون برا بالغابات ولا على البحر ولا في أي منتزح فهذه النصائحة جدا مهمة في عنا أولا تجنب إشعال النيران في الغابات أثناء التنزه التنزه بمكان قريب من مصدر مياه ومحمي من الرياح لا يجب إيقاف أوصف السيارة على العشب الجاف لأن شرارة العادم قد تشعل النار تجنب ترك مخلفات على الأرض لأن بعضها سريع الاشتعال تجنب التخلص من أعقاب السقائر أو أعواد ثقاب التي لا تزال مشتعلة عدم ترك الزجاجات أو شظايا الزجاج في الغابة كلمة السخانة كدرة فيهم شميسات وكانت تحرد شديدة في بعض النصائح ممكن كثير من الناس لا يكون على بالهم بهم أنا في نصائح لم يكن على بالي بها أنه ممكن يتأدي أو ممكن أن يتأثر آخر نصيحة هي يجب تنظيف الأرض باستمرار من الأعشاب الضارة والنفايات القابلة للاشتعال أكيد أتمنى من كل الناس أن ينتبهوا لما يكونوا بأي مكان مثل ما نحن قلناها بموصل الاصطياف ينتبهوا على كل هذه النصائح ينتبهوا أكيد لا نحب أبدا أن يصرى أي مصيبة أخرى إن شاء الله الله يحمي الجزائر وأهلا كلهم ولكن يجب أن ننتبه على هذه الأمور خاصة كريم العائلات التي تتحدث لا تتحدث عن شيء صغير ستسبب في شيء كبير إن شاء الله كما قال كريم ربي يحفظ بلادنا فكيف تخرجوا وردوا بالكم على النفايات ومش تحطوه ومش تحطوه واش تخليه واش تنساه حاجة صغيرة بلك هي اللي تكون سبب إنه تصلك هارثة خاصة العائلات ردوا بالكم كي تخرجوا تماما قبل ما ننهي الموضوع في جملة لازم نقولها إلناها من قبل يارب الله يعوض على كل الناس اللي فقدوا بيوتهم اللي فقدوا أراضيهم اللي فقدوا مزروعاتهم مصدر رزقهم أكيد يارب الله يعوض عليهم والله يرحم كل شخص راح بهذه المصيبة شهداء الوطن أكيد ربه يرحمهم إن شاء الله كريم يكون من أهل الجنة خاصة في هذا الأواشير ربه يرحمهم في نقطة عفوا لم تقلنا على دور المشاهير والفنانين صارت حملة كبيرة وانتبهنا عليها إنه تم إلغاء جميع الحفلات للفنانين اللي كانت مقررة في هذه الفترة فأكيد هذا يعني هذا شيء نحترمون عليه وهو واجب أكيد لأنه هذا مشي وقت الفرح ووقت إنه نحنا نساند الأشخاص اللي لازمهم مسانده وشيغل الحفلات اللي تاني تأجلت حتى الإصدارات كان الفنانين اللي كانوا حيصدروا أغانيهم وجديدهم فأعلموا عن تأجيل الأغاني والأعمال التحهم على جل وش كان صاري وعلى جل الحرائق اللي كانت في البلاد وكينا بما أنه راننا نتكلموا على الحفلات اللي تأجلت والتي تلغت تاني أخيري نقول بك هذه الحفلة الزن قاوي جاليل بارلير مواموح اللي كانت رح تكون في عزازكات تاني تم تأجيلها بسبب الحرائق من بين الحفلات اللي تأجلت ولي كانت صارتها لها حكاية قبل الحرائق طبعاً لديها علاقة كاملة كنا نتكلمنا عليها تاني في برنامج دائم المشاهر لكن قلنا لهم أننا نكشفوا تفاصيل أكثر في الأيام المقبلة إن شاء الله ونجبنا لكم كل التفاصيل هي حفلة للجيغينو اللي كانت رح تقام الأسبوع اللي فات عشرين جوليا وكنا نتكلمنا ونجبنا تفاصيل وكل أخبار فالمفاجأة كانت رح تقام الأسبوع لأنه كانت رح تقام الأسبوع فجأة أن الحفل تتلغى لم يكن لديها معلومات ومقالون وموالون وكان حتى صرح أنه كان مصادر مقربة من رح تقام الأسبوع وصرح برنامج دائم المشاهر وكان يتحضر وكان حتى سبب وحتى خلل حتى الدقيقة الأخيرة لأنه يوجد رح تقام الأسبوع قالوا له الحفلة تتلغى أكيد بهذه الصور التي نرى هل أنه يوجدها هي أهي من ستوري الجيرينو على الإنستغرام والتي اعتذر فيها من كل الناس قبل أن نذهب إلى هذا لنضع على ردة الشركة كيف تتلغى حسنا حتى نذهب إلى الأحداث حسنا أرجونا بركز الصورة التي قبلها من فضلكم زيدو ولي قبلها لا يوجد أن يضعها هذا الورقة كانت حطتها شركة المنظمة وكانت قالت أنه السبب الذي يتلغى على الجل والحفل كان شرط على الجيرينو أنه يكون سول كينك حاضر معه ويغني معه فبعدها شفنا حتى سول كينك قبل ولي يعلق كيف يرى هذه الصورة يعني هذه الخبر قال لا أعلم أنه يجب أن يتلغى حتى أنا لم أكن أعرف لأننا سنكون حاضر بعدها نخرج لالجيرينو ونشر هذه الصورة في الصورة وكتب مصنج كاذب يعني ما كاش منها هذا الخبر نيائيا وناكشفنا أنه ستكون مفاجأة من لالجيرينو في الحفل لكن المفاجأة ليس هي سول كينك المفاجأة أن لالجيرينو كان يهدي لنجح في البكالوريا كان يهدي له سيارة بما أنه ونجح في البكالوريا ووحد من الحفلات الذي يهدي من الحفلة الذي كان حاضر يهدي السيارة وهذه ليست أول مرة يديرها تماما فالناس بزاف يعني تفاجأت قالت لك قالت لك ويبالك سول كينك سيكون للمفاجأة للجمهور والمتابعين فما كانت كان منها كامل أنه سول كينك يكون حاضر أنه سول كينك صرح وحتى لالجيرينو صرح بعدها شفناه هذه الصورة الطويلة التي شرها لالجيرينو فيها شرح عن ممكن أسباب أنه لا يسمع بالإلغاء وما له علاقة أبدا بالإلغاء ونفى موضوع أنه إدراج سول كينك ببرنامج الحفل وأعتذر من كل الناس الذين يشتروا تيكيات والذين جاءوا من الولايات الأخرى حتى يحضروا الحفل كريم كان عائلات جاءت من الولايات الأخرى لكي تحضروا هذا الحفل لكن في الدقيقة الأخيرة يعرفوا بالإلغاء ونضع لهم هذه الأرقام حضرهم ألقام تليفون حتى من خلال هذه الألقام تليفون يعودوا الدراهم الذي يضعهم على تذاكر الحفل وطبعا برنامج المشايل لا تشغل هنا يجيب الأخبار ويجيب ما وراء الكواليس سأقول لكم أنه لالجيرينو كان هناك مقام في الجزائر كما لابلكم كان فيه أوتل والذين حتى الضوكا لالجيرينو لم يكن مستحقتين لم يكن أخلص حتى دوره كما قالوا الأخبار يجبون من زمينا عصام دهما وأنه حتى الوتل اللي كان فيه هو اللي خلصه وحتى البيت طيارة هو اللي خلصه اللي جابيه فأنا أقول لك هنا تتخمم كيف تجيب الحفلة وأنك أنت تخلص تيكا وتخلص الوتل وتعك وما سأطوله حتى شاكو لحاجة إلى يومنا هذا وإلى اللحظة ولازم أنه هناك أكيد أنه هي الحفلة الأولى اللي تلغى لنفس الجهة المنظمة لأنه أيضاً كان في حفلة من قبل أجلت وأجلت 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 أكثر من مرة طبعاً وكي خرج الجيرينو وكشوف الأخبار وكشوف التفاصيل كما لا نشوفه برك في الصور وكل الأخبار لتأكد أنه لالجيرينو هو اللي يخلص الروحه هو اللي يخلص كل مستحقاته وكل وش كان هناك وش كان يخلص وش كان يدار أولاً كنا نقول كنا نتوحي الفكرة أنه كي قلت ماشي الأول مرة تصل على هذا الإلغاء فحوريا ليزيوفير بعد ما تكلم لالجيرينو خرجت هي دارستوغي قالت أنه هذه هي الشركة اللي كنت أنا رح ندير تماماً كان في عندها عرض معهم وأيضاً تماماً تماماً التلغاء بالسبب ثاني ما لابعنا شعب علىه دايماً ينوضوا لكي يديروا العرض لهم والحفلة يتفاجئوا بالإلغاء فكانت هذا ثاني كصرحة بيح ويريزيوفير في الصور وكانت قاتلهم أنه أضعهم ثاني الأرقام لكي يذهبوا على التعويض أكيد بنروحوا إلى موضوع آخر أبعاً إن شاء الله نروحوا إلى موضوع آخر نروحوا إلى الموضوع اللي كان دردجاً على مواقع التواصل الاجتماعي والتي كانت هي مشكلة صارت مع سارة رجيل لماذا هذا الموضوع ليس دردجاً دردجاً كبيراً تماماً دردجاً أنا أحبت خفيف بشوية الموضوع لأنه لا هو دردجاً كبيراً أكيداً على مواقع التواصل الاجتماعي الأصل اللي صارت مع سارة رجيل اللي هي كانت تتعامل مع صفحة دارت لهم دعاية شرأت من عندهم قفطان هي مع لبالهاش هذه الصفحة لوين تتبع أو من أي بلد وهذه هي اللي كانت المشكلة بعدها طلعت نهلة تيفي بستوري رانا نشوفوها معلش ترجعونا ستوري نهلة تيفي قالت أهلين المهم راني مخلوعة بعد كاملة ضجة اللي صراط على القفطان الجزائري وبعدما تعرضت أنا شخصياً لهجوم كبير من صفحات الجيران تخرج مؤثرة جزائرية بكل ثقة بتدير إشهار لوحدة من الصفحات اللي هاجمتني تاع الجيران بتبيع القفاطن القفطان الجزائري هاشتاك القفطان الجزائري إذن هو الموضوع أن هذه الصفحة نفسها التي تعاملت معها سار الرجيل نهلة تيفي عندها قضية معهم وهذه الصفحة هي كاين ديتاي اللي دار ضجة اللي هو؟ سار الرجيل كي صورت هذا القفطان دارت له الدعاية غلطت وصرحت أن القفطان قفطان مغربي وهذه الكلمة اللي قايتها اللي دار ضجة في كل رواد مواقع تواصل الاجتماعي وحتى الناشطان في مواقع تواصل الاجتماعي قولها نحن ندافع على القفطان تعنا وعلى توراثنا فالقفطان جزائري ومغربي يعني بهذه الكلمة دي جاء يعني قولوا تصراولها مشاكل بعدها كذا تحطط هذه الصفحة نهلة خرجت تكلمة إنه هذه الصفحة إنه تعاملت مما قبل معها وصرى لي مشكل باش انتيت خرجت تكلمة تقولي قفطان مغربي يعني تنسبيه ليهم وديدي ديرهم دعاية فهذا تمكن نهلة وين خرجت تكلمة تماما بعدها أكيد كمان شفنا سارة رجيل كتبت بستوري واعتذرت من الناس ما عليش نشوف الصورة اللي بعدها كمان مشان نكونوا أنا أعتذر عن ستوريات القفطان أولا ما كانش على بالي باللي بنت بلادي صار لها مشكل مع الصفحة ثانيا كلش جزائري ثالثا ما تصراش درجة واحد أخرى ولا نضربوا بيناتنا وكمان أيضا شفنا ماير الجيل اللي خرجت ودافعت عن أختها وقالت هي باللي ما كانش على بالها وأنه هذي غلطة وتصرة وأكيد هي غلطة وتصرة بس نحن دائما بنقول أنه لأي شخص ممكن يكون مؤثر وعنده عدد كبير من الناس والفولورز لازم ينتبه على كل هذه التفاصيل لأنه ممكن صفحات تكون يعني تعمل خبعة معاها أو توقعوا بمشاكل مثل ما شفنا من قبل مؤثرين وقعوا بمشاكل بمشاكل فأكيد نحن لا نتمنى لأي شخص يقع بمشكلها خاصة أكيد هذه المشكلة صرت مع مؤثرة من قبل مع نهلتي التي كانت صرت لها نفس المشكلة مع هذه الصفحة وثاني في مشكلة قفطان بغريبي وقفطان جزائري وهذه الصفحة الثانية قاعدت تبع في نهلتي في دارت لها مشاكل كبير وكان صفحة كلها تكلموا لهم فقبل أن نتعاملوا مع أي صفحة خاصة تكون خدمة أوندين كريم فالواحد يسقسي ويحوس على وينه وكيفه وعلى شيته ليس يتعامل لأنه يكون الحانوت تباينك لازم يكون يعرف بكل التفاصيل تهدر معه وقت تددي وتجيب يعني تعرف تقدر تسقسيته لكن كنت تكون في غيزه وتقعد مع لبالك لا تتكلم لا تعرف لا راجل لا طفل لا كبير لا صغير تتعامل معه وقبل أن تتعاملوا معهم في مواقع توصول الاجتماعي لازم من الحيطة والحذر تماماً فهذه هي صفحة وليس بموضوع الالبسة بأي موضوع لأننا كما نعرف مواقع التواصل الاجتماعي صارت مكان لحتى أي شخص يريد دعاية لمكان أو لمركة تجارية أو لأي شيء أو حتى لمحل الماكلة مطعم بيعملوا بيعملوا ستوريز وبيعملوا دعايات على الإنستغرام وفيسبوك وعلى السوشال ميديا هذا الموضوع لازم دائماً من هذه التفاصيل لأنني ممكن أن أصح الناس بماكلة مكان معين والعالم تصدقني وتأكل عند هذا المكان ولا سمح الله مصر أن يمرضوا ولا يصر لهم حاجة فأكيد لازم دائماً أعطيت مثال الماكلة فقط كمثال صحيح لازم دائماً نحيط والحذر قبل أن نروج لأي شيء وخاصة الذين دائماً نشاهدهم يجب أن يعرف ما يروجه و ما يخدمه مع من يخدمه خاصة فبقى لك هذه المشكلة صغيرة تاعة القفطة نشاهدها صغيرة لها بقى لك سطر ربي كانت حاجة صغيرة وليس حاجة كبيرة وليس حكاية وحدة أخرى وأكيد وهذا العام وكل العوام باستحديداً هذا العام كان في موضوع كبير على سرقة التراث إن كان من الألبسة أو إن كان من الألحان والأغاني صار في سرقة و الأطباق الجزائرية صار فيها سرقة وحتى أيضاً هذا الموضوع وحتى رأينا أن فنانين جزائريين نسبوهم إلى البلدان المجاورة طبعاً أيضاً حتى شخص بني آدم وشخص بني آدم بني آدم جزائري شخصية جزائرية رأينا أن نسبوها إلى بلد آخر كريم خايف أن نتكشن تابع البلد نغريد راح نروح أقول النصطة التي نتحدثها أيضاً حتى شخصية تاريخية تم نسبها هذه الوحدة شخصية تاريخية بتاريخها العريق والذي العالم كله يعرفها الأمير عبد القادر يعني ما كاش إنسان ما يعرفش الأمير عبد القادر تم نسبه إلى المجاور بصلاحة أنا بشوفها لأنه هناك ناس ممكن تخدم بطريقة غير محترفة هناك ناس تخدم بجهل من غير معرفة مليحة فاللغط الذي صار على موضوع الأمير عبد القادر هي أنه جهل هنن فقط استخدموا صورة الأمير عبد القادر مع اسم آخر لأنهم جاهلين لا يعرفون هذه الشخصية لمن نذهب إلى موضوع الذي نتحدث عنه بعد عبد القادر السكتور أكيد لأنه تم أيضاً سرقة محتوى أو عرض كامل لعبد القادر السكتور صحيح عرض كوميدي قام بأداءه تم سرقته بالكامل وبالحرف من قبل كوميديان آخر وهذا الشيء يزعج أنه حتى بالمادة التي أنا أكتبها والتي هي مادة تاعي يمكن أن تذهب إلى شخص آخر طبعاً كنت ترى عبد القادر السكتور الذي كان ضيف الزميلة والإعلانية أسيا شلبي في برنامج أما بعد كشف عن تعرض للسرقة في فرنسا وأنه أنجح سكتشات تم إعادتها مؤخراً حرفياً دون العودة إليه باعتباره من كتاب هو من كتبها وقدمها للجمهور وأعلن عبد القادر السكتور من برنامج أما بعد مع الإعلامية آسيا شربي أن من سرق سكتشات هو الكوميدي المغربي جاد المالح وقال أنه هذا الأخير أعاد جاد المالح جاد المالح أو جاد المالح هو مالح بالنهاية وقال أن هذا الأخير أعاد سكتش خاص بالسكتور من دون أي تغيير ومدة وفاقة الساعة من الزمن وأن المتفاعلين في كل التعليقات قالوا أن العمل ليس ليه وأنهم شاهدوه مع السكتور وبعدها سرقة بعض المغاربة للأغانية وخيط الروح والقفطان والزليج حانا دور سكتشات فقلنا بعد التوراث وبعد الماكلة وبعد الزليج وبعد الألبيسة وبعد الشخصيات وبعد الشخصيات التاريخية زادوا الداو يعني سكتش دعوني نقول بك أنك تدي فكرة مقطع حاجة تعدل عليها تغير عليها ولكنك تدور حول الفكرة لا عليش تدير فيها تعديلات تغيرها شوية تكتبها تزيد تنقص فيها لا عليش لكنه كان ستكلم بالسكتور وكان يظهر في معالي الأسيا الشلابي وقال أنه هذا العرض كامل في ساعة أو ساعة ونصف رفض العرض كما كان ما غرير فيه ما زاد فيه رفض العرض كما كان ألاح قدموه تماما شوفها بالفن هي كمان من أصعب الأشياء التي ممكن أن يكون على الفنان إنه ينصرق عمل كأننا نحن يجعون لأب حلاوة تماما أكتبا لأب حلاوات لأب نعرف أن الفنانين إن كانوا يشتغلوا بالتمثيل أو بالكوميديا أو بالغناء أو بيكون أي بروجيت لهم بمثابة ابنهم لأنه طالع من قلبهم وهو طالع من أعذاب سنين تكتب عرض كريم تكتب فيه وتقطع وتعاود وتزيد وتنقص وبعد تقول لا لا بل لك نزيد هذه الفكرة بل لك تنقص بسكو بش تدير عرض كريم وتقدر تضحك الجمهور ماشي حاجة سهلة يعني هذا ماشي فيه ملاسيغ لهو واحد دمعك يتفاعل معك تعمل مع بعض انه هذا لهو عرض وعلى الله سين على الخشبارك حاضر لازم تضحك الناس ماشي حاجة سهلة شو بش تبكي الناس حاجة سهلة لكن بش تضحكهم اصعب شي انا و لا انك تبكي يوم تلعب لهم العاطيفات ما باليش انوش تقدر تدير ولا اي فكرة لكن بش تضحك جمهور حاضر في قاعة شيء صعب شيء صعب وشيء صعب جدا كمان ايضا منقولها مشان نخطب الموضوع شيء صعب جدا انه تنسرق فكرة من افكارك لانه اي فكرة من افكارك تعبت عليها لسنين وتعذبت عليها حتى طورتيها صعب جدا انتنسرق منك اخر موضوع بحلقتنا اليوم اللي بنا نروح عليه بنا نروحه الى السينما اكيد مبارح بحقت امس انت كنت ماشية مع الموضوع ومع باربي باللون البينك اللي كنت لابستيه ما تخبروش ما تقول لي لك كل وقت على الفوتين اردوه بينك هذه هي لازم اردوه بينك لازم نقول انه فيلم باربي اللي مؤخرا خرج الى دور السينما في العالم وايضا في جزائر لانه موجود هلأ في صالات السينما في الجزائر عمل ضجة كتير كبيرة ان كان بدور السينما وبشباك التذاكر لانه كان عنده ارباح علي جدا ولكن ايضا بمواقع التواصل الاجتماعي اللون الزهري او اللون البينك غزا مواقع التواصل الاجتماعي اكتسح مواقع التواصل الاجتماعي شفنا نجوم من كل انحاء العالم كمان ايضا تصوروا بهذا اللون ونزلوا بوستات ودعم لهذا الفيلم معنى انهم ما احكي بس عن اللي شاركوا بهذا الفيلم ما احكي عن فنانين من حول العالم صحي كريم كل الفنانين او اللي لابسين البينك يعني كي خرج الفيلم ولو شفنا بليراو في دور العرض كل الفنانين بالكبار ولا صغار كريم كلهم لابسين البينك ويشوفوا ويشاركوا تصورهم وحتى الناس اللي راح تشوف الفيلم يعني حتى هنا في الجزائر كريم انا شفتهم كي راح يشوفوا للفيلم لابسين تاني البينك باش يتفعلوا باش يكونوا في المودة تماما وفي الثامن تاع الفيلم وايضا كمان في فيلم اخر اللي هلا عم نشوف صورة اللي فيش تبعوا اوبنهايمر اوبنهايمر ايضا كمان خرج الى دور السينما في نفس الوقت مع فيلم باربي كمان احدث ضجة راح نقول انه فكرة فيلم اوبنهايمر هي بتتحدث عن العالم الفيزيائي اوبنهايمر المعروف بابو القنبلة النووية واللي هو صنع القنبلة النووية انا شخصيا من عندي بقول الله لا اعطيك نافع على هذا الاختراع بس لكن ايضا القنبلة النووية ولكن هذا الفيلم ايضا مهم جدا لانه بيحكي عن شخصية اكيد اثرت بالعالم اثرت بشكل الحروب اثرت بشكل العالم كيف نحن عايشينه نعم يعني حتى باربي اوبنهايمر راح نزوج افلام اللي كل واحد انتو حكاية وكل واحد عالم وبعد بزاف على بعضها الا ان راني نشوفهم راح هم فيلمونافسة مع بعض راي منافسة كبيرة بين اوبنهايمر وبين باربي وباخدهوما الجريك كل واحد انتو حكاية كريم نحن نشوف منافسة كبيرة ولكن باربي عميبعد بالارباح اللي عم تكون بشباكت ذاكة باربي عميطل بزاف هلأ راح نحكي بالارقام شوية بس راح اقول انه فيلم باربي بتدور احداثه حول شخصية الدمية باربي والدمية كين وان بيتركوا عالم الالعاب وبينتقلوا الى عالم البشر ورح خليلك انت تهضري لنا بالارقام اكتر وتشرح لنا يلا فيلم اوبنهايمر كما قالكم زميلي كريم قستو تتكلم عن العالم فيزيائي اوبنهايمر المعروف بابو القنفولة النووية فيلم باربي انتصى على اوبنهايمر بشباك تذاكر حيث وصلت الارادات الى 337 مليون دولار في حين وصلت ميزانية الفيلم الى 145 مليون دولار يعني الميزانية الى 245 مليون دولار تماما لكن هو الارادة لدخلها هما صاروا اكتر من الضعف بعد بزاف خلص وصلوا اكتر من الضعف وميزانية فيلم اوبنهايمر وصلت الى 100 مليون دولار بينما الارادة اللي حققها وصلت الى 147 مليون دولار يعني هو بيعتبر اكيد فيلم ناجح ونجح بشباك تذاكر ولكن اذا بدنا نقارنه مع باربي باربي رائع بزاف لكن رأيه يعني فتان جاوز الميزانية تاعه يعني فى الايام القادمة ما ما نعرف شو ممكن اسوه سير لانه المازال جدد بدور السينما اكتر لكن حتى اوبنهايمر بلا كلم انه دبخي وشوفتتو اوبنهايمر المدة تاعه كتشوفوا بلاك وقفة واحد ثوائع ونص ثلاث منه طويل لكن باربي ماشي طويل بزافة واحد ساعة ونص ونص هكاك على ما اظن باربي مدرج دون الافلام الخفيفة اكزاكتو مو لكن اوبنهايمر جاي طويل تانيبا لكن الناس كتروح تشوف ما تكملوش حتى للاخر الناس تكرهوا اللي عندهم ولادهم ما تشوفوه لكن مليحنك تكمل تشوف تكتشف القنفولة النووية والاشياء الفيزيائية وحتى في باربي كنت تكلمين لكم انه العجوز اللي راكم حين تشوفوها اللي شفتوها في باربي هي شخصية حقيقية وهي حفيدة ليدارة الدوميا باربي يعني ليدارة الدوميا باربي في الصح اللعبة هاد العجوز اللي حشوفوها في باربي كتروحو وهي الحفيدة تحايا يعني نقدر نقولوها هديك باربي داع صح وبدنا نقولي كمان ايضا ان الممثلة اللي لابت دور باربي اللي الآن نشوفوا صورتها اقيد مارغو روبي مارغو روبي هي من الممثلات اللي حققت نجاح كبير بالأعوام السابقة بهوليوود ترشحت اللي جائست له أوسكار فأنا شايفة انه هي ماشية بطريق ناجح جدا وخاصة بهذا النجاح اللي حققته بفيلم باربي ورح نشوفوها اكيد ايضا بمشاريع كبيرة جدا قريبا طبعا هي كانت عندها تاني اعمال من قبل كريم وحتى اللي ادى شخصة اوبنهايمر وتاني عنده اعمال كثيرة اكيد لانه رحلي اسمو بش نقولكم صراحة لكن عنده اعمال لوحده اخرى تاني بزاف ولي كل دور داره اتقن وهي مو بس النجاح اوبنهايمر اكيد مو بس الممثل وفريق العمل المخرج كريستوفر نولن واللي هو من اهم المخرجين اللي بيعتبر من اهم المخرجين الموجودين في هوليوود وفي العالم اللي عنده تاريخ طويل بالسليما وبالجوائز وبالاوسكار فهو ايضا هو مخرج فيلم اوبنهايمر كريم حقيا نقوله انه حتى نجاح العمل ما يكونش غير بالفنان يعني كيكون موهوب حتى بالسيناريس والفريق التقني بالاخراج والمنتج يعني كل واحد رهي عنده اللمسته وعنده يشارك بيها ويديها مثل ما نحنا اليوم نحنا مو بس انا وانتي اللي موجودين نحنا اللي موجودين قدام الكاميرا بس اكيد في فريق طويل وراء الكاميرا نحنا في عنا فريق اعداد اكيد اللي بنحبهم ودائما من اعتز بخدمتهم معنا رئيس تحرير وفريق من التقنين فأكيد دائما الخدمة بمجالات التلفزيون ولا الفن دائما تطلب جهد من فريق عمل وليس شخص واحد حتى كما نشوفه اوبنهايمر ولا باربي نكن مبركة هذه النقطة تجد فيهم شيء من الخيال فكيد تشوف باربي عالم من الخيال يعني كيفاش قدروا يجسدوا هذا الخيال ويديروه وتشوف شخصيات فيه فتشوفها كريم حتى انت في رأسك تقول يا صاحبه لك عالم بربيره تشوف اتقنوا العمل وكيفاش دخلوه وكيفاش داروه وكيفاش داروه وكيفاش خياليه في العمل وحتى كينا روحوا ال اوبنهايمر تشوفوا قنبولة نووية وشوفوا الاعمال كيفاش هتوه تشوفوا قنبولة نووية وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم بعد كل المواضيع اللي اليوم تناقشنا فيهم أكيد كانوا أهم مواضيع الأسبوع الفائت مثل ما أودناكم دائماً نحن الخميس نتناقش بمواضيع الأسبوع يوم الأحد إن شاء الله حلقة جديدة واخبار جديدة وحصريات دائماً مثل ما أودناكم مع لايف المشاهير بدنا نقتم الحلقة مع نيفين يرى مشاهدنا منك يرى منقول لكم وطهر الله وفيا وروحكم بقى دائماً أوفيا لقناة الشروق لكل برامج قناة الشروق وصحف طوركم كامل لكم صايمين وقعدوا مع أغنية شاب بلال كلاسيكو مع السلامة إلى اللقاء